أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه مرسوما اتحاديا بتعيين معالي علي سعيد النيادي رئيسا للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بدرجة وزير كما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة مرسومين اتحاديين آخرين بتعيين سعادة عبيد راشد لحصان الشامسي نائبا لرئيس الهيئة الوطنية بدرجة وكيل وزارة وسعادة علي راشد النيادي مديرا عاما للهيئة بدرجة وكيل وزارة